خلينا نقسم البيت ولو هيك بالنظر نقسمه لأجزاء ونبلش نعمل جزء جزء ونحدد وقت مثلا المطبخ اليوم بدي أخذ معي مثلا نص ساعة بعير عندي على التايمر بحط التايمر وبحط وبهذا الوقت وانا عم بشتغل خلص خلصوا نص ساعة خلص خليني شوي أوقف أروح لمكان تاني هلا احنا اللي بيصير انه احنا بمجرد ما شفنا محل من البيت تنظف نتشجع نكمل زي ما بقوله بتفرط المسبحة فاعملوا جزء جزء وبلشوا بالمهمات الصغيرة وحددوا وقت كتير منيح عشان انتوا تتشجعوا حالو تاني شغلة هون بدأوا الاشي ممكن تخطي تليفونك محل تاني صح لانه اذا اجاكي تليفون بكتن شغلي وبيكون انت فقل لا انا خليني اشحل شو انا علي اهم مضبوط صحيح الموبايل طول ما هو قدامنا لا خليني اشوف شو فيه خبر ايجاني واتساب من جروب العيلة فلا خليه بعيد عنكم حاولوا كمان اذا تطفوا التلفزيون بس احضروا دنيا دنيا بس احضرونا عشان التلفزيون كثير بالهي تمام ممكن تسمعوا اشياء ممكن تسمعوا بودكاست وانتوا عم تشتغلوا ممكن تسمعوا موسيقى تحفزكم تسمعوا قرآن تسمعوا اشي بتحسين انه برفع معنوياتكم تمام تاني شغلة اعزمي حدا عندك هلأ ايش اللي بيصير انا بيكون البيت كله مكركب فجأة بيحكوا معاي ضيوف وهي بتصير يعني مرات اختك ما فيش داعة تكون رسمية معاك انا جاي كيف اختي بده تيجي تلاقي بيتي مكركب هالقدي فبقوم انا ببلش اردت بسرعة ممكن هاي حركة السريعة ممكن انجز فيها اكتر من يوم كامل لاني انا مستعجلة بدي اجمل فممكن اختك تيجي فانتي بتضطر تنطفي او ممكن اختك تيجي تساعدك يعني فممكن برضو تساعدك عندها نظرة مثلا هذا المحل اللي حطيه هون كذا انا لاني اصغر واحدة في اخواتي كلهم مستشارات عملي هيك سوي هيك افا انتين مستشارة؟ لا هم بتنمر علي لاني اصغر لا لا يا سميرة طباح لخير شي شقيقاتي فأزموا حدا عندكم هيك بتحسوا انكم كتير صرتوا انشط كمان البسوا الوان فرفحة بس تقومي من النوم غيري البجامة انتي اذا ضليتك لابسي البجامة انتي بعدك في جو النوم وجو الاسترخاء لا قومي غسلي البسي اشي ملون الاحمر خصوصا الالوان هاي المنعشة حط شوية ريحة مشط شعرك انتي حتى لما تشوفي حالك على المراي كتير انشط فانتي بتتشجعي انك تكون تكوني كتير احسن كمان جيبي ادوات وجيبي شغلات كمان تساعدك في التنظيف وتسهل عليك التنظيف يعني روحي مثلا عمحل ادوات منزلية شوفي شو فيه مثلا اشطات نوع جديد فيه شغلات للازاز مثلا جديدة شغلات بتسهل عليكي بتوفر عليكي وقت جيبي اشياء الوانها حلوة مثلا زي هدول فوط ممكن تنطفي فيهم بدون ما تحتاج تحطي مواد عليهم بس بالمي فانا لما اروح والاقي شغلات تساعدني وتسهل علي بتشجع كتير وبكون الوضع كتير احسن كمان فيه شغلة انه بعد ما تخلصي جزء معي من البيت او تلاقي القوضة ترتبة تخدي لها صورة خدي صورة واحتفظ فيها كل ما حسيتي حالك محبطة طلعي على الصورة تقولي يا الله البيت ما احلاك كان بهذا الوقت شوفوا قديش يمرتب شوفوا فانتي بتتشجع انك ترجعي تنطفي بهذا الشكل واحدة بعملها فولو على انستجرام كتير مرتبة هي فلما ترتب الغرفة مثلا المطبخ تبعها وترتب كل اشي وتخلص تحط شمعة وبتضوي شمعة زيك انها بتكافئ حالها بانها بتضوي شمعة وبالفعل بتصحي انه يعني اكدت على الانجاز اللي عملت بالضبط بالضبط انا خلص يعني mission accomplished بالضبط كمان فيه شغلة كتير حلوة انه هلأ خصوصا هلأ لانه فايتين على الشتاء غيروا ترتيب البيت ترتيب البيت يعني تغيير الروتين يعني انت حتى الروتينك بتنظيفه يتغير وتحريك الاشياء على فكرة بالبيت كتير بتعطي طاقة حلوة لش بيقولك زمان كان يقوله البيت اللي فيه صغار بيحبه بيجي ضيوف هاي من معتقدات بحرك الطاقة فانت لما تحركي الكنبيات تحركي كل شي نطفي تحته بتخلي الطاقة في بيتك تتجدد تغيري الكنبيات دايما تخلي الكنبيات إلهم مساحة انه تغيري الديكور غيري بالديكورات تبعت البيت يعني يجيبي لك شغلات بسيطة اي شغلات هيك فبتعطيكي برضو تجدد هلأ فيه شغلة رح أحكي عنها اسمها بومدور تكنيك البومدور تكنيك هو واحد إيطالي اسمه فرانشيسكو سيرلو هلأ هاد بآخر التمانينات عمل البومدورو معناتها بندورا بالإيطالي فعمل تقنية ما بحف إذا الصورة ممكن تطلع عنا على شكل بحبة البندورا وعليها مؤقت أو تايمر تمام فبومدورو التكنيك يعني أنه أنا بشتغل بعمل مهمة معينة بخمسة وعشرين دقيقة بعدين باخد خمس دقايق راحة آها تمام يعني أنتو خلوا وقتكم بمقسم خمسة وعشرين دقيقة شغل خمس دقايق راحة الزبط ممكن كل خمسة وعشرين يعني أربع مرات أربع دورات نأخذ تلاتين دقيقة استراحة طويلة تمام أو ربع ساعة حسب ما أنتو بتحبوا هلأ البومدورو التكنيك هذا ممكن يزبط كمان في الدراسة ممكن يزبط شغل اللي بشتغلوا رياضة طبعا اللي عندهم مهمات تم يسوها فأنتو بتحسوا حالكم هيك نظمتوا وريحتوا حالكم نفس الوقت وبعدين ما استنفذت كل طاقتكم يعني خمسة وعشرين دقيقة بعدين بريك بروح حمس دقايق بعمل شغلي أو بعض أو برتاح برجع بكمل بالضبط وأحيانا إحنا بس نبلش نشتغل راندو نتشجع بتلاقي حالك كريتي فلا لا أنا خلين أخلص مدام تشجعت إذا عادت بكسل وهي داما بتصير عفوا فلا ممكن هيتبلشي فيها شوي شوي بعدين رح تحسي حالك يعني نفتت القصة هلأ رح نعمل منظف عام للبقعد خطير جدا بزبط للكنبيات للفرشات وكمان بزبط للسجاد رح نكون بحاجة للكربونات طبعا مادة كتير ممتازة سيد الموقف طبعا طبعا ممكن نحط معلقة كبيرة من كل إشي تمام معلقة كبيرة كربونات كربونات تمام هاي للبقعد إيش على السجاد للبقعد على السجاد على الكنبيات على الفرشات كمان حتى اللي عندهم أطفال مرات بيصير بعض الأحداث غير المستحبة على الفرشات فهاي ممتازة كتير كمان بتقيم الروائح معلقة من دول جلي أو ممكن تحطوا شو اسمه سائل الجلي سائل الجلي أو سائل الغسيل طبعكم إذا بدكم وأنا بفضل طبعا يكون أزرق عشان هذا أحذر إيش؟ إيش هذا؟ هذا ماء الأكسوجين أوه هذا هذا من الصيدلية بتجيبوه هلأ بيكون هو عيار 6% إيموا نصف الأنينة وعبوها بقيها مية أو مية مقطرة هيك بصير عندكم 3% تمام؟ أحذر 6% بحط نصف ماي ونصفها بتصير 3% تمام نحط معلقة ماء الأكسوجين ما بيروح اللون ما بحرق الإشي هلأ ماء الأكسوجين بتميز إنه هو بليتش يعني هو مادة قاسرة لكنها آمنة يعني هي ما بيقيم الألوان بس كون 3% هلأ 6% ممكن يقيم الألوان عشان هيك خفيفوه نصف بنصف ماي فهيك بصير عندكم تركيزه 3% هاي الأشي هادا رهيب جدا بصير عندكم زي هيك قوامات إلو ريحة؟ شكرا لا لا ما إلو ريحة ممكن تحطوا معطر غسيل كمان إذا بتحبوه فهيك بصير عندكم قوامات هادا ممكن تستعملوه لكتير وصفات ممكن مثلا تحطوا على فرض هون عندي بقعة تمام؟ بحطها على البقعة هيك أها وبفركوا فرجات الأسنان وبتركوا تقريبا ساعة بعدين بغسله أها أي بقعة حتى بقعة على ملابس الأطفال بتلاحظوا إنها بتروح بسرعة شكرا 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 سميرة إلعب إن شاء الله يكونوا استفادوا مفيد ألاسك